بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أعزائي وعزيزاتي طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي في التعليم المستمر في درس جديد من سلسلة دروس مادة رياضيات في قنوات عين التعليمية للفصل الدراسي الثاني معكم الأستاذ مشاعل السويلم وعلى بركة الله نبدأ درسنا لهذا اليوم هو ضرب عدد مكون من رقمين في آخر مكون من ثلاثة أرقام الدرس هو الرابع والعشرون وهنا رابط الدرس الرقمي تعلمنا في الدرس السابق ضرب عددين كل منهما مكون من رقمين وقلنا أن رقمين يعني منزلتين أحد وعشرات وكان كلا العددين مكون من منزلتين أحد وعشرات كان لدينا هذا التمرين كتطبيق منزلي وقلنا عند ضرب مثل هذه الأعداد لدينا طريقتان الطريقة الأولى هو أن أفصل العدد أربعة وخمسون أو أحلله بأن يكون أربعة زائد خمسون وأضرب الأربعة في الستة وثلاثون ثم أضرب الخمسون في الستة وثلاثون أو باستعمال الطريقة المختصرة كما نرى الآن بأن أضرب الأربعة في الستة ليعطينا أربعة وعشرون أحسنتم أربعة وعشرون نكتب الأربعة في الآحد أما الأثنان فإعادة تجميع فوق المنزلة التي تليها الآن أضرب الأربعة في الثلاثة إذن نضرب العدد الموجود في الأسفل بجميع الأعداد الموجودة في الأعلى أربعة ضرب الثلاثة يساوي إثنى عشر ونضيف إعادة تجميع نضيف الأثنان يصبح أحسنتم أربعة عشر الآن أضرب الخمسة في الستة ويكون الناتج ممتاز الثلاثون ولكن أين سأكتب الثلاثون رائع جدا صفر في منزلة العشرات أحسنتم صفر في منزلة العشرات وثلاثة إعادة تجميع فوق المنزلة التي تليها إذن نضع صفرا في الآحد لحفظ هذه المنزلة الآن خمسة بستة سيعطينا ثلاثون صفر والثلاثة إعادة تجميع فوق المنزلة التي تليها خمسة في الثلاثة خمسة عشر ومعنا ثلاثة أصبح الناتج ثمانية عشر الآن انتهت عملية الضرب نغلق ثم نجمع أربعة زائد صفر أربعة وأربعة زائد صفر أربعة كما قلنا سابقا أن الصفر هو العنصر المحايد الجمعي إذن سيعطينا نفس العدد واحد زائد ثمانية تسعة وصفر زائد واحد يساوي الواحد الناتج ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون الآن ندينا هذا التمرين أيضا سبعة وعشرون ضرب ثلاثة عشر نلاحظ طلاب الأعزاء الآن نلاحظ في هذا التمرين وفي التمرين السابقة ونلاحظ ما سوف نتعلمه في هذا الدرس هل يوجد اختلاف بين هذا التمرين أو هذه التمرين والدرس السابق وما سنتعلمه في هذا الدرس إذن نلاحظ جيدا الآن ثلاثة في سبعة سيكون واحد وعشرون واحد إعادة تجميع الاثنان فوق المنزلة التي تليها ثلاثة باثنان سيعطينا ستة زائد الاثنان يكون ثمانية الآن انتهينا من ضرب الثلاثة نقوم بضرب الواحد ويكون الواحد هذا العدد أين هو موجود الواحد أين هو موجود أحسنتم في منزلة العشرات إذن نكتب صفرا في الآحد لحفظ هذه المنزلة واحد في سبعة ممتاز سبعة واحد في اثنان سيعطينا اثنان أحسنتم لماذا؟ لأن الواحد هو العنصر المحايد في الضرب سيعطينا نفس الرقم إذن عنصر المحايد في الضرب هو الواحد والعنصر المحايد في الجمع هو الصفر نغلق الآن ثم نقوم بعملية الجمع واحد زائد صفر واحد ثمانية زائد سبعة خمسة عشر خمسة وواحد إعادة تجميع أو إعادة حمل واحد زائد اثنان ثلاثة فيكون الناتج ثلاثمائة وواحد وخمسون في درسنا لهذا اليوم سنتعلم ضرب عدد مكون من رقمين في عدد آخر مكون من ثلاثة أرقام عندما أقول رقمين ماذا يعني؟ أحسنتم كما تعلمنا سابقا منزلتين أحد وعشرات وعدد من ثلاثة أرقام إذن كم سيكون منزلة من منزلة مكون من كم منزلة؟ رائع جدا أحد وعشرات ومئات إذن في هذا الدرس سنتعلم ضرب عدد من ثلاثة أرقام أحد وعشرات ومئات مضروب في عدد آخر من منزلتين أو من رقمين أحد وعشرات وسنلاحظ الفرق بين ما سنتعلمه اليوم وما تعلمناه في الدرس القادم بإذن الله لدينا هذا المثال أوجد 135 ضرب 64 نلاحظ هنا العدد 135 مكون من ثلاثة منازل أحد وعشرات ومئات مضروب في 64 وهو مكون من منزلتين عدد من رقمين أي منزلتين كيف يمكننا ضرب هذه الأعداد؟ كما قلنا سابقا يمكن تحليل العدد 64 إلى 4 زائد 60 ثم نضربه ب 135 إذن سنضرب 135 في الأربعة ثم سنضربها بال60 في الستون فيكون أربعة ضرب 135 سيعطينا 540 وإذا ضربنا الستون في 135 سيعطينا 8100 نقوم نغلق الآن ونقوم بعملية الجمع لنحصل على الناتج 8640 هذه طريقة التحليل إذن توزيع الجمع على الضرب أما إذا أردنا أن نضرب بالطريقة المختصرة فإننا نضرب كما تعلمنا نضرب العدد في الأسفل بجميع الأعداد في الأعلى فأقول أربعة في خمسة أحسنتم سيعطينا عشرون صفر وإثنان إعادة تجميع أربعة في الثلاثة إثنى عشر ومعنا إثنان أربعة عشر هنا أربعة وواحد إعادة تجميع أربعة في واحد أربعة ومعنا واحد أصبح الناتج خمسة إذن خمسمائة وأربعون كما نلاحظ هنا خمسمائة وأربعون الآن سنضرب العدد ستة بالأعداد الموجودة في الأعلى ولكن نضع صفرا في الآحد لحفظ هذه المنزلة صفر في الآحد لحفظ المنزلة ستة في الخمسة سيعطينا ممتاز ثلاثون وضعنا صفر وثلاثة فوق المنزلة التي تليها الآن ستة في الثلاثة أحسنتم ثمانية عشر ومعنا ثلاثة أصبح واحد وعشرون أحسنتم هنا واحد ولدينا هنا اثنان إعادة تجميع ستة في واحد ستة لأن الواحد هو العنصر المحايد أحسنتم العنصر المحايد في الضرب ستة زائد اثنان سيكون الناتج ثمانية إذن أصبح الناتج كما نلاحظ هنا ثمانية ألاف ومئة نغلق ثم نقوم بعملية الجمع لنحصل على الناتج نفس الناتج وهو ثمانية ألاف وستمائة وأربعون إذن طلاب الأعزاء أي طريقة استخدمناها لإجراء عملية الضرب سواء كانت توزيع الضرب على الجمع أو الطريقة المختصرة يمكننا ذلك كما قلنا سابقا وهل يوجد اختلاف بين ما تعلمناه في الدرس السابق من ضرب عددين أو عددين كلا منهما من منزلتين مع ضرب عددين أحدهما من رقمين والآخر من ثلاثة أرقام هل يوجد اختلاف؟ أحسنتم لا يوجد اختلاف على الإطلاق فقط زيادة في منزلة واحدة وهذا لا يغير من طريقة إجراء عملية الضرب الآن ندينا هذا المثال أكمل الضرب 263 وهو عدد من ثلاثة منازل ضرب 25 وهو عدد من منزلتين أو من رقمين نضرب الآن قلنا أولا نقوم بعملية توزيع العدد 25 أو تحليل العدد 25 وهو يساوي 5 زائد 20 ثم نضرب هذا العدد بمئتان وثلاثة وستون أي أن أضرب مئتان وثلاثة وستون مرة بالخمسة ومرة بالعشرون ونحصل على الناتج فإذا ضربنا خمسة في مئتان وثلاثة وستون على كم سنحصل؟ خمسة في ثلاثة كم يساوي؟ ممتاز خمسة عشر أحسنتم خمسة عشر خمسة في ستة كم يساوي؟ رائع ثلاثون ومعنا واحد أصبح الناتج واحد وثلاثون عادة حمل خمسة في اثنان عشر ومعنا ثلاثة هنا أصبح أحسنتم ثلاثة عشر إذن ناتج ضرب خمسة في مئتان وثلاثة وستون هو ألف وثلاثمائة وخمسة عشر الآن نقوم بضرب العشرون بمئتان وثلاثة وستون عشرون بمئتان وثلاثة وستون الآن الصفر ينزل كما هو صفر اثنان في ثلاثة كم يساوي؟ رائع جدا ستة واثنان في ستة كم يساوي؟ أحسنتم اثنان ضرب الستة يساوي اثنى عشر إذن نكتب اثنان والواحد إعادة تجميع فوق المنزل التي تليها اثنان ضرب الاثنان أربعة ومعنا واحد أصبح الناتج خمسة إذن ناتج عملية ضرب عشرون في مئتان وثلاثة وستون هو خمسة ألاف ومئتان وستون نغلق الآن ونقوم بعملية الجمع خمسة زائد صفر ماذا قلنا عن الصفر؟ أحسنتم العنصر المحايد في الجمع إذن خمسة زائد صفر يعطينا خمسة واحد زائد ستة ممتاز سبعة اثنان زائد ثلاثة جميل خمسة وواحد زائد خمسة سيكون الناتج ستة إذن الناتج ستة آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون وماذا لو استخدمنا الطريقة المختصرة؟ كيف يمكننا إجراء عملية الضرب الآن؟ نضرب الخمسة بالثلاثة ليعطينا خمسة عشر ممتاز خمسة عشر خمسة في الأحد والواحد إعادة تجميع خمسة ضرب الستة يساوي أضرب الخمسة بالستة خمسة ضرب الستة يساوي ثلاثون ومعنا واحد في الحمل ويساوي واحد وثلاثون نقطب الواحد والثلاثة في الحمل إعادة تجميع فوق المنزلة التي تليها الآن خمسة بالاثنان كم يساوي عشرة ومعنا ثلاثة أصبح الناتج ثلاثة عشر انتهينا من ضرب الخمسة ننتقل الآن إلى ضرب الاثنان ونقوم اثنان في ثلاثة اثنان في ثلاثة يساوي أحسنتم ستة ولكن الاثنان هنا في أي منزلة رائع جدا في العشرات إذن نكتب الناتج أيضا في أو تحت منزلة العشرات لذلك نضع صفرا في الأحد لحفظ هذه المنزلة الآن اثنان في ثلاثة يعطينا ستة نكتبها في العشرات اثنان في ستة كم يساوي اثنى عشر أحسنتم اثنى عشر نكتب اثنان والواحد إعادة حمل فوق المنزلة التي تليها اثنان في اثنان سيساوي أربعة ومعنا واحد يساوي الخمسة الآن نغلق ونقوم بعملية الجمع سنحصل أيضا على ستة ألاف وخمسمائة وخمسة وسبعون لدينا هذا التدريب في الكتاب اوجد ناتج الجمع كما في المثالين لدينا هنا ثلاثمائة واربعة عشر ضرب خمسة وثلاثون ثلاثمائة واربعة عشر ضرب خمسة وثلاثون ثلاثمائة واربعة عشر عدد مكون من ممتاز ثلاث منازل خمسة وثلاثون مكون من منزلتين أحسنتم لدينا الطريقة الأولى وهي طريقة توزيع الجمع على الضرب فأقول ثلاثمائة وأربعة عشر ضرب خمسة زائد ثلاثون أحسنتم خمسة زائد ثلاثون نضرب أولا ثلاثمائة وأربعة عشر في الخمسة ثم نضربها بالثلاثون هيا لنضرب الآن خمسة ضرب ثلاثمائة وأربعة عشر كم يساوي خمسة في أربعة؟ ممتاز عشرون خمسة في واحد خمسة أحسنتم العنصر المحايد الضربي زائد اثنان يساوي سبعة خمسة في ثلاثة خمسة عشر إذن ألف وخمسمائة وسبعون الآن نضرب الثلاثون في ثلاثمائة وأربعة عشر صفر سينزل وأضرب الآن ثلاثة في الأربعة كم يساوي؟ أحسنتم اثنى عشر اثنى عشر ثلاثة في الواحد ثلاثة أحسنتم لأنه رائع جدا العنصر المحايد الضربي ثلاثة زائد الواحد يساوي أربعة ثلاثة ضرب الثلاثة ويساوي تسعة إذن أصبح الناتج تسعة آلاف وأربعمائة وعشرون نقوم الآن بعملية الجمع صفر زائد صفر صفر سبعة زائد اثنان تسعة خمسة زائد أربعة تسعة واحد زائد تسعة عشرة إذن الناتج عشرة آلاف وتسعمائة وتسعون ماذا لو طبقنا عملية الضرب المختصرة؟ نقول خمسة في أربعة رائع جدا عشرون نكتب صفر واثنان في الحمل إعادة تجميع خمسة في الواحد العنصر المحايد الضربي سيعطينا خمسة أحسنتم ومعنا اثنان أصبح الناتج السبعة خمسة في الثلاثة يساوي خمسة عشر أحسنتم وكما نلاحظ ألف وخمسمائة وسبعون كما ظهر لنا سابقا الآن سنضرب الأربعة في الثلاثة ولكن نضع صفرا في الأحد لحفظ المنزلة الآن أربعة في ثلاثة سيكون اثنى عشر أحسنتم اثنى عشر الآن اثنان نكتب اثنان وواحد في الحمل إعادة التجميع الآن ثلاثة في واحد رائع جدا العنصر المحايد ويساوي ثلاثة نضيف إليها الواحد ويساوي أربعة الآن ثلاثة في ثلاثة ويساوي تسعة أحسنتم نغلق ثم نقوم بعملية الجمع صفر زايد صفر صفر سبعة زايد اثنان تسعة خمسة زايد أربعة تسعة أيضا وواحد زايد تسعة عشرة ليكون الناتج عشرة ألاف وتسعمائة وتسعون كما ظهر هنا إذن طلاب العزاء لنا الحرية في اختيار الطريقة المناسبة لإجراء عملية الضرب الآن لدينا هذا التمرين أيضا ثمانمائة واثنان واربعون ضرب واحد وسبعون ثمانمائة واثنان واربعون هو عدد من ثلاثة منازل أو ثلاثة أرقام وواحد وسبعون هو عدد من منزلتين أحد وعشرات نضرب الآن بالطريقة المختصرة واحد في اثنان جميل واحد العنصر المحايد أحسنتم واحد في الأربعة رائع جدا أربعة وواحد في الثمانية مباشرة سيكون الناتج ثماني أحسنتم طلابين والآن انتهينا من ضرب الواحد نقوم بإضافة صفر ممتاز لحفظ منزلة الآحد ونقوم بضرب الآن سبعة ضرب الاثنان ليساوي أربعة عشر نكتب أربعة والواحد إعادة تجميع فوق المنزلة التي تليها وأقول إعادة تجميع لأننا نقوم بإجراء عملية الجمع في الأعداد التي قمنا بحملها في الأعلى سبعة ضرب الأربعة ثمانية وعشرون أحسنتم زائد واحد يصبح الناتج تسعة وعشرون نكتب الاثنان إعادة تجميع فوق المنزلة التي تليها والآن نضرب سبعة بالثمانية كم الناتج؟ أحسنتم ستة وخمسون واثنان سيكون الناتج ثمانية وخمسون نغلق الآن ثم نقوم بعملية الجمع الآن نلاحظ الآن أصبح لدينا عملية جمع وأقول اثنان زائد صفر جميل جميل جدا اثنان لأن الصفر هو العنصر المحايد أحسنتم أربعة زائد الأربعة ثمانية ثمانية زائد تسعة رائع جدا سبعة عشر واحد زائد ثمانية تسعة وصفر زائد الخمسة ويساوي خمسة إذن الناتج لدينا هنا تسعة وخمسون ألفا وسبعمائة واثنان وثمانون أيضا لدينا هذا التمرين أوجد ناتج ضرب خمسمائة وستة وعشرون ضرب اثنان وأربعون عدد من ثلاثة أرقام مضروب في عدد من رقمين بنفس الطريقة سواء اخترنا طريقة توزيع الضرب على الجمع أو بالطريقة المختصرة والآن سنقوم بالحل أيضا بالطريقة المختصرة اثنان ضرب الستة أحسنتم اثنى عشر نكتب اثنان وواحد إعادة تجميع فوق المنزلة التي تليها اثنان ضرب الاثنان ممتاز أربعة ومعنى واحد في عدد التجميع أصبح الناتج خمسة ممتاز الآن اثنان ضرب الخمسة ويساوي رائع جدا العشرة انتهينا من ضرب الاثنان نقوم الآن بضرب الأربعة وهي موجودة في منزلة العشرات ولكن نضع ممتاز نضع صفرا لحفظ منزلة الأحد والآن أقول أربعة ضرب الستة أربعة وعشرون أحسنتم أربعة وعشرون أربعة ضرب الاثنان يساوي ثمانية ولدينا اثنان في الأعلى ثمانية زائد اثنان ممتاز أصبح الناتج عشرة نكتبه صفرا وواحد في عدد التجميع الآن أربعة ضرب الخمسة ويساوي عشرون ومعنى واحد أصبح الناتج واحد وعشرون نغلق الآن ثم نجمع اثنان زائد العنصر المحايد ممتاز يعطينا اثنان خمسة زائد أربعة تسعة وصفر زائد صفر صفر واحد زائد واحد اثنان وصفر زائد اثنان يساوي اثنان إذن الناتج ثنان وعشرون ألفا واثنان وتسعون الآن لدينا هذا التمرين ثلاثمائة واثنان وستون ضرب ثلاثة وخمسون بنفس الطريقة نقوم بضرب العدد الأعداد في الأسفل أو العدد في الأسفل بجميع الأعداد الموجودة في الأعلى فأقول ثلاثة ضرب اثنان ممتاز ستة ثلاثة ضرب الستة جميل ثمانية عشر نكتب الثمانية أما الواحد إعادة تجميع فوق المنزلة التي تليها ثلاثة في الثلاثة يا سلام تسعة ومعنا واحد أصبح الناتج عشرة الآن نقوم الآن بضرب الخمسة وهي في العشرات إذن نضع صفراً لحفظ منزلة الأحاد وأقول خمسة في الاثنان أحسنتم عشرة لدينا عشرة نكتب صفر وواحد إعادة تجميع فوق المنزلة التي تليها الآن خمسة ضرب الستة رائع جداً ثلاثون ومعنا واحد أصبح الناتج واحد وثلاثون الآن نضرب الخمسة بالثلاثة جميل خمسة عشر ومعنا ثلاثة أصبح الناتج ممتاز ثمانية عشر انتهت عملية الضرب الآن نغلق ثم نجمع ستة زايد العنصر المحايد يا سلام ستة ثمانية زايد العنصر المحايد أحسنتم ثمانية العنصر المحايد زايد واحد جميل واحد واحد زايد ثمانية تسعة وصفر زايد الواحد ويساوي واحد إذن الناتج تسعة عشر ألفا ومئة وستة وثمانون لدينا أيضا هذا التمرين أربعمائة وسبعة وثمانون ضرب تسعة والخمسون وكما قلنا نأخذ الأعداد في الأسفل ونضربها بجميع الأعداد الموجودة في الأعلى فأقول تسعة ضرب السبعة كم يساوي أحسنتم ثلاثة وستون إذن نكتب الثلاثة والستة إعادة تجميع فوق المنزلة التي تليها الآن تسعة ضرب الثمانية أحسنتم أحسنتم إذن تسعة ضرب الثمانية اثنان وسبعون ونضيف إليها الستة كم يصبح لدينا ثمانية وسبعون أحسنتم تسعة ضرب الأربعة جميل ستة وثلاثون ومعنا سبعة ستة وثلاثون معنا سبعة يصبح الناتج ثلاثة وأربعون الآن نقوم بضرب انتهينا من ضرب التسعة نقوم بضرب الخمسة بالأعداد جميع الأعداد الموجودة في الأعلى ولكن الخمسة هنا في منزلة العشرات إذن يكون الناتج في منزلة العشرات نضع صفرا لحفظ هذه المنزلة خمسة في السبعة الآن كم الناتج أحسنتم خمسة وثلاثون نكتب الخمسة والثلاثة إعادة تجميع فوق المنزلة التي تليها خمسة في الثمانية أحسنتم أربعون ولدينا ثلاثة يصبح الناتج ثلاثة وأربعون خمسة في الأربعة كم يكون الناتج رائع جدا عشرون ولدينا أربعة إذن الناتج أربعة وعشرون نغلق الآن ثم نقوم بعملية الجمع ثلاثة زائد صفر العنصر المحايد يساوي ثلاثة أحسنتم خمسة زائد ثمانية ثلاثة عشر ثلاثة واحد في الحمل ثلاثة زائد ثلاثة ستة مع الواحد سبعة أربعة زائد أربعة يساوي ثمانية و الاثناء صفر زائد اثنان اثنان إذن الناتج ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاث أيضا نشاهد هذا التمرين نقوم بحل هذا التمرين أيضا بالطريقة المختصرة وكما قلنا سابقا يمكنكم طلاب الأعزاء اختيار الطريقة المناسبة لإجراء عملية الضرب فلدينا هنا مائتان وستة وخمسون ضرب سبعة وتسعون نقوم الآن بضرب السبعة في الستة كم يساوي سبعة ضرب ستة أحسنتم اثنان واربعون نكتب الاثنان والاربعة إعادة تجميع فوق المنزلة التي تليها الآن لدينا سبعة ضرب الخمسة ويساوي ممتاز سبعة ضرب الخمسة خمسة وثلاثون ولدينا أربعة تسعة وثلاثون إذن نكتب تسعة والثلاثة إعادة حمل فوق المنزلة التي تليها سبعة ضرب بالاثنان أربعة عشر أحسنتم ومعنا ثلاثة يصبح الناتج سبعة عشر ممتاز الآن لدينا التسعة ضرب التسعة التسعة نضرب بالتسعة بجميع العداد الموجودة في الأعلى ولكن التسعة هنا في منزلة العشرات إذن يكون الناتج في منزلة العشرات لذلك نضع صفرا في الأحد لحفظ هذه المنزلة تسعة ضرب الستة تسعة ضرب الستة أحسنتم أربعة وخمسون نكتب أربعة والخمسة إعادة تجميع فوق المنزلة التي تليها تسعة في الخمسة ممتاز خمسة وأربعون ولدينا خمسة أصبح الناتج خمسون إذن نكتب صفرا وخمسة إعادة تجميع تسعة بالاثنان ثمانية عشر ومعنا خمسة أصبح الناتج ثلاثة وعشرون نغلق الآن ونقوم بعملية الجمع اثنان زائد صفر اثنان وتسعة زائد أربعة ثلاثة عشر أحسنتم واحد زائد سبعة ثمانية زائد الصفر يساوي ثمانية أحسنتم واحد زائد ثلاثة ممتاز أربعة وصفر زائد اثنان يكون الناتج اثنان إذن الناتج أربعة وعشرون ألفا وثمان بالعزاء هذا التمرين سنقوم بحله بطريقة التوزيع فقط ويكون تطبيقا عليكم تطبيقا منزليا حل هذا التمرين بطريقة الطريقة المختصرة ضرب الطريقة المختصرة أربعمائة وواحد وعشرون ضرب سبعة وثمانون يعني أربعمائة وواحد وعشرون ضرب سبعة زائد ثمانون أحسنتم إذن أربعة نضرب أربعمائة وواحد في السبعة ثم نضرب ال421 في الثمانون وما رأيكم طلاب الأعزاء بإكمال هذا التمرين للتدرب على الطريقتين إذن سيكون هذا التمرين المطلوب حل هذا التمرين كواجب منزلي بالطريقة المختصرة وبإكمال طريقة توزيع الجمع على الضرب بهذا طلاب الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم سأسعد بلقائكم في تمارين وتطبيقات جديدة ودروس جديدة أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه